لا تختلف القصص المؤلمة التي مر بها أهالي الموصل بين شخص وآخر حتى وهم يستذكرون خلاصهم من تنظيم داعش هذا الشاب الذي صادفنا ونحن نعد تقريرا عن ذكرى إعلان النصر في الموصل ليسرد لنا النصر بوجه آخر بعد أن خسر جميع أفراد عائلته في معارك التحرير وقع صاروخ على بيت أهلي وكلهم استجهداء واثماعش نفر فعني ما فرحنا بهذا التحرير بس نقول هذا يعني كلنا نروح في داد العراق بس بنفس الشي نتمنى شي من الحكومة بأنه أنا اطماعش شهيدة عندي بلي حد لان كل شي ما مستهد واحدة من خواتي دفناها نعش فارغ لانشارت بطابق الفوق من ضرب الصاروخ صبتين انطبقت عليها يعني ما لقينالها جثة مجرد بس الدجداش همالت دفناها يعني ما احش لك الماسات اللي شفناها يعني ابن أختي لقيناها بدون راس بس جسم أختي الثانية يعني أولاد أختي الصغار بس جماجن بعد أن اكتوت مدينة الموصل بنار الإرهاب لثلاث سنوات مرت بها في حقبة احتلالها من تنظيم داعش ينتهي ذلك الكابوس بالقضاء على التنظيم إلا أن شواخص الدمار التي خلفها تنظيم داعش ومعارك التحرير لا زالت تعيد الأهالي إلى المأساة التي حلت بهم يصاحبها ملفات المفقودين والنزوح والتعويضات ثلاث سنوات لم تغير الكثير من معالم الموصل ووعود الإعمار الدولية والمحلية لم تكن كفيلة بدعم هذه المدينة المنكوبة وقلة التخصيصات المالية كان لها تأثير كبير على تأخر إعمارها جزء من هذا التراجع وعدم الإيفاء بالوعود الموجودة جزء منها هي الإمكانيات المادية قليلة جدا مقارنة بالكارثة التي وقعت على أهالي الموصل اثنين وجود فساد في بعض مرافق العمل الخدمي والإعمار أثر كذلك على تأخر إقامة المشاريع الصراعات السياسية والتنافس على إدارتها والمحاصصة التي أصبحت مشروعة بتسمية الاستحقاقات أنهكت المؤسسات في مدينة الموصل وهيمنت على مقدراتها لتكون مصدر تمويلها على حساب نكبة أهلها الذين لم يبقى لهم سوى أن يستذكروا المناسبات وينتقدوا السياسات أنسي شرقي من الموصل قناة الرشيد الفضائية